اهلا بك في كارس التعلم اللغة الانجليزية من الصفر وحتى الاتقان بسم الله الرحمن الرحيم انا حاتم سيميكا وانت دلوقتي بتتفرج على كارس اللغة الانجليزية على قناة حاتم سيميكا دي الحلقة ال 16 تعالوا نشوف اجابات الكواس بتاع الحلقة ال 15 ونرجع لبعض اتالي اكيد مش محتاجة فكرك ان كل الحلقات اللي فاتت مجموعة كلها في قائمة تشغيل واحدة هتلاقي الرابط بتاعها في صندوق الوصف لو حابب تبدأ معي من الاول حلقة النهاردة ان الحلقات اللي بعتبرها حلقات مهمة لان دايما الحلقة اللي بتتكلم عن زمن بتبقى حلقة مهمة جدا والنهاردة بتتكلم عن زمن المستقبل ازاي اتكلم مع الناس بالانجليزي في زمن المستقبل ازاي اقول انا سوف اأكل سوف العب سوف اذهب الى العمل وهكذا بس زمن المستقبل ليه اكتر من شكل بمعنى انه مش شكل واحد بس هو اللي بيعبر عن المستقبل فيه اكتر من زمن فيه اكتر من فورم او تكوين كلهم بيعبروا عن المستقبل النهاردة هتكلم فيه شكلين يعبروا عن المستقبل تقدر تتكلم في المستقبل بدا او بدا قواعد المستقبل ببساطة شيئا جدا قواعد سهلة هي لو انت حابب تتكلم عن المستقبل ممكن تستخدم المستقبل البسيط اللي هو عبارة عن ول زائد المصدر واتفقنا قبل كده ان المصدر هو الفعل بدون اضافة مش متضاف له اس او اي دي او اين جي لا هو في تصريف تاني ولا هو في تصريف تالت ولكنه المصدر التصريف الاول الفعل بدون اضافة يبقى بعد ول بستخدم المصدر ول طبعا معناها سوفة ثم المصدر سوفة العب يعني ول بلاي سوفة اذهب يعني ول جو سوفة انام يعني ول سليب وهكذا يبقى المستقبل عبارة عن ول زائد المصدر ول يعني سوفة زائد المصدر ولو حابب تنفي المستقبل بول كل اللي عليك انك بتستخدم بدلا من ول كلمة اسمها وانت وانت دي اصلا عبارة عن ول نوت بس مختصرة وانت زائد المصدر I want play سوف لا ألعب I want go to work سوف لا أذهب إلى العمل I want eat now سوف لا أكل الآن وهكذا حضرتك بتستخدم well في الإثبات I want في النفي زاد المصدر اللي هو الفعل بدون إضافة وبنان عليه جملة زمن المستقبل المثبتة أو المنفية عبارة عن فاعل في الأول will أو want زاد المصدر I will eat أو I want eat She will go to school أو She won't go to school لو أنت بقى عايز تعمل سؤال مش جملة في زمن المستقبل كل اللي عليك إنك بدلا من أنك تبدأ بالفاعل في أول الكلام لا ابدأ بwill ثم الفاعل لما تحط will في أول الكلام بيصبح معناها هل سوف will he go to school هل سوف يذهب للمدرسة will she play هل سوف تلعب will you read the book هل سوف تقرأ الكتاب يبقى كل اللي عليك إنك بتبدأ بwill عملت سؤال معناه هل سوف أفعل كذا ثم طبعا بتحط الفاعل وما تنساش إن في وجود will حتى ولو في السؤال في أول الكلام لازم بتحط المصدر اللي هو الفاعل بدون إضافة ما يفعش أقول مثلا will he plays حتى ولو سؤال طالما will موجودة يبقى المصدر كمان موجود أما لو حابب تسأل سؤال بأداة استفهام زي what أو where أو when بتبدأ بأداة الاستفهام بتاعتك زي ما أنت عايز وبعدين بتحط will اللي معناها سوفا ثم الفاعل والمصدر where will you go إلى أين ستذهب when will you play متى سوف تلعب بتحط أداة الاستفهام تحط will بعد أداة الاستفهام وبعدين الفاعل ثم المصدر بس ده شكل من أشكال المستقبل اتفقنا إن فيه شكل تاني هنتكلم عنه النهاردة قلنا الشكل الأول اسمه المستقبل بسيط والشكل التاني اسمه المستقبل القريب وبالمناسبة كلمة قريب دي مش معناها إنه هيحصل قريب والكلام ده لإنه فيه فروق ما بين الاتنين هقولهم لك النهاردة بس المستقبل القريب هو شكله عبارة عن تحط الفاعل في الأول بعد الفاعل am أو is أو or على حسب الفاعل ده مفرد أو جمع أو أنا واتفقنا إن الفاعل ممكن يكون اسم أو ضمير وده طبعا قلناه في الحالة الأولة لو أنت متابع معايا من الأول بتحط الفاعل إذا كان اسم أو ضمير ثم am أو is أو or على حسب الفاعل ده مفرد ولا جمع ولا أنا ثم going to ثم المصدر وبالمناسبة going to هنا ملهاش أي علاقة بكلمة يذهب اللي هي go لا دي كلمة تانية خالص فلما أقول مثلا he is going to read معناها هو سوف يقرأ وأوعى تنسى إن بعد going to زي وال بالزبط بنحط المصدر اللي هو الفاعل بدون إضافة فيبقى المستقبل القريب عبارة عن فاعل am أو is أو or going to المصدر ده اسم المستقبل القريب عايز أن في الجملة بتاعت المستقبل القريب بتحط not مع am أو is أو are فبتقول he isn't going to school هو مش رايح المدرسة she isn't going to read هي سوف لا تقرأ وهكذا يبقى الجملة المثبتة am أو is أو are بعد الفاعل going to والجملة المنفية بعد الفاعل am not أو isn't أو aren't going to وبعد كده المصدر مستقبل بسيط ومستقبل قريب اللي اتنين بيعبروا عن المستقبل أنا بقى الجزء بتاع الكلمات النهاردة هدهولك الكلمات الدل على المستقبل اللي لما تشوفها تعرف أنك لازم تتكلم في زمان المستقبل زي مثلا tomorrow tomorrow يعني غدا بكرة tomorrow كلمة تدل على المستقبل next next يعني التالي أو القادم ولازم يجي بعدها حاجة next year العام القادم next month الشهر القادم next week الأسبوع القادم ناكست بعدها اسم شهر أو ناكست بعدها اسم يوم next أي حاجة معناها التالي أو القادم in the future in the future يعني في المستقبل in the future حاجة بتدل على المستقبل قلت لي بقى إيه الفرق ما بين will زاد المصدر اللي هو المستقبل بسيط وقام without or going to زاد المصدر اللي هو المستقبل القريب هنا بقى ده الجزء المهم جدا من الحلقة اللي عايزك تركز فيه هنقول مع بعض استخدامات will واحدة واحدة كده ولازم تبقى فاهمهم كويس وتحفظهم كويس علشان ما استخدمش will بدل going to وgoing to بدل will بتستخدم will مع القرارات السريعة يعني إيه القرارات السريعة يعني أنا مثلا الباب بيخبط فأنا عايز أفتح الباب فهقول the door bell is ringing جرس الباب بيرن I will open أنا هفتح هنا أنا اتخذت القرار ده في لحظتنا الباب خبط أكيد ما كنتش واخد القرار ده بشكل مسبق فده اسمه قرار سريع فمع القرارات السريعة بتستخدم will والمصدر الباب بيخبط تليفون بيرن هرد على التليفون got فأقول مثلا I'm hungry I will eat a sandwich أنا جعان هقوم أكل sandwich وهكذا انت هنا بتستخدم المستقبل will عند الحديث عن القرارات السريعة كمان بتستخدم will لما تكون بتكلم عن الحقائق المستقبلية يعني إيه الحقائق المستقبلية هي غالبا بتكون مركزة على فكرة العمر العمر هو حقيقة ما ينفعش تغيرها يعني لما قولك مثلا أنا الأسبوع الجاي هكمل 40 سنة ينفع حد فيكم يجي يقول لي زي بعضه خليها 41 مثلا أو خليها 39 أكيد لا طبعا لأن دي حقيقة لا تتغير حقيقة هتحصل في المستقبل هتحصل مفيش حد فينا لي eat في الموضوع ده فبالتالي لما تكون بتتكلم عن حقيقة في المستقبل استخدم will فتقول مثلا i will be 40 next week هكمل 40 سنة لأسبوع الجاي بتستخدم will مع الحقائق المستقبلية will كمان بتستخدمها مع التنبؤ بدون دليل يعني إيه التنبؤ بدون دليل يعني لما أقول مثلا tomorrow it will rain بكرة دنيا هتمطر أنا عندي دليل على الكلام ده أكيد لا فبالتالي أنا بتنبؤ بدون دليل هستخدم will التنبؤ بدون دليل بستخدم will لما كون بعرض عليك عرض زي مثلا i will help you سوف أساعدك بستخدم will لما كون بطلب منك طلب will you help me ممكن تساعدني بستخدم will لما كون بهددك i will punish you سأعاقبك بستخدم will لما كون بوعدك بوعد i will give you a prize سأعطيك جائزة كل دي استخدمات will لكن going tool موضوع مختلف خالص going tool بقى بستخدمها في حاجات عكس will will كان قرار سريع لكن going tool بستخدمها لما كون بتكلم عن حاجات أنا واخد القرار فيها بشكل مسبق يعني أنا ناوي على الموضوع ده من زمان مخطط له من بدري مش الباب بيخبطها ومفتح لا ده أنا ناوي من بدري أعمل كذا فعلشان كده دايما بستخدم going tool لما تلاقي مثلا في كلمة have decided يعني اتخذت قرار معين بشكل مسبق i have decided to travel i am going to travel أنا هنا واخد القرار بشكل مسبق إني أسافر ومش واخد القرار لحظي بستخدم going tool مع الخطة فعشان كده دايما بتيجي مع كلمة plan اللي معناها يخطط أو خطة plan مش plane اللي معناها طيارة الفرق ما بينهم واضح قدامك اهو plane طيارة أخيرها ايه plan خطة أو يخطط plan pass فبالتالي بستخدم going tool مع الخطط كمان بستخدم going tool مع النية لما كون ناوي أعمل حاجة كل ده حاجات عكس will خالص زي مثلا لما كون عندي كلمة intend يعني ينوي أو intention يعني النية دي كلمات تدل إن في نية مسبقة فبستخدم معها going tool بستخدم going tool مع التنبؤ بدليل عكس will will كان التنبؤ بدون دليل لما قلنا it will rain tomorrow ستمطر غدا لكن بستخدم going tool لما يكون عندي دليل زي مثلا it's getting cloudy الدنيا بدأت تغيم it's going to rain tomorrow سوف تمطر غدا إذن خلاني في المراتي قلت going tool لإن معايا في الجملة دليل getting cloudy الدنيا بدأت تغيم فبالتالي أنا مش هستخدم will لإن will دي بستخدمها لما كون بتنبؤ بدون دليل لكن going tool لما كون بتنبؤ ومعايا الدليل بستخدم going tool مع الكلمات الخاصة بالتحذير اللي يتحسسك إن فيه حدث على وشك الحدوث زي كلمة watch out احذر be careful take care الكلمات دي بتدل إن فيه حدث على وشك الحدوث فلما أقول لك مثلا watch out the car is going to hit you احذر العربية هتغبطك يبقى هنا لما أشوف watch out استخدم going tool مش well لأن going tool هي اللي بتستخدم معك كلمات التحذير اللي بتدل على قرب حدوث فعل وبكده تكون انتهت حلقتنا أتمنى إن شاء الله تكون استفدت من الحلقة كويس وأتمنى كمان إنك تكون متابع الكورس من أوله لغاية النهاردة ولو انت مش متابع ياريت تشوف الكورس من الأول وياريت تشترك في القناة علشان تفضل مكمل معانا لأن لسه فيه حلقات كتير مكملة في نفس الكورس أشوفكم الحلقة الجاية إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر